وانت بتسمعني دلوقتي يمكن يعنيك بالدمع وانت بتفتكر أتمان دفعتها لإنجازات ليها إيمة في حياتك من أول ساعات نومك اللي دفعتها وانت طالب تمن لفرحة الشهادة مرورا بالأم اللي دفعت شبابها تمن لتربية عيال أسوياء وصولا للأب اللي أفنى صحته في بناء نفسه وتأمين عيلته وتأكد إنه شرف بل واستفاء من ربنا إنه يخلق جواك آمال لها قيمة ثم يسخر مجهودك وعمرك ومالك في دفع تمن هذه الآمال التمن اللي بتدفعه ده لتحقيق آمالك يشبه الإقصاط اللي بتدفعها في بيتك الكبير بيتك الحقيقي الجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم يا حبيب قلبي عاملين ايه رب تكونوا بخير صباح الفلة أو مساء الفلة على أختي وحاببتي وقومي اللي بتتبعني وحشتوني وحشتوني وكمون مر وحشتوني النهاردة عندنا روتين حلوة جدا مليان طاقة إيجابية مليان نشاط مليان حب مليان أفكار حلوة وروتين ما بعد السوق يعني كده شد حلك معايا وتعالي نشوف هنعمل ايه عايزين بقى ايه نبدأ كده روتين بتاعنا حلو الروتين بتاعنا دوت بدأ كده من بعد الدهر كانت منه خلصت الامتحان ولسه راجعت دلوقتي حالا فيلا نشوف هنعمل ايه وهنعمل كمان غدا ايه وهنزبط المطبخ وهنرتب كل حاجة لإن الخضور أنا جبته وين ما جتش جنبي يعني يا دوب أنا سبته بس كده على رخامة ونمت وصحيت تاني يوم علشان خاطر أشوف بقى أنا هعمل ايه تمام كده تمام طبعا الروتين دوت متصور مبارح أما الروتين اللي نزل على القناة التانية من شوية متصور النهاردة اللي هو بتاع البامية وروح يتفرج عليه لو انت ما تفرجتيش عليه هيعجبك أو ياسبه لكم فأول كومنت مسبت إن شاء الله بإذن الله طبعا هنا عندنا شغل كتير جدا أنا لما جيت من عندي بتاع الخضور بالليل سبت الخضورة على الرخامة زي ما هو كده وقلت الصباح رباح إن شاء الله بإذن الله نرتب وننظم كل حاجة على رواية أول ما نسح عمل النوم ويا ترى هنعمل أكلي النهاردة يلا بينا نشوف هنزبط إزاي حالنا وهنعمل أكلي ايه طبعا أنا برش على الرخامة هنا اللي هو الميا اللي فيها كلور علشان خطر الرخامة هل كانة جدا أحسها ليه مليانة دهون ومش قادرة لأنا أصبينها فقلت خليني أروش عليها كده ميا بالكلور متخفف يعني شوية كلور متخففين بشوية ميا بس تكميت الميا أكتر من الكولور والفوتة بشطفها كذا مرة وبرجع اللي أنا أشوف بها رخامة مرة واثنين وثلاثة عملت عند الميكرويف وكمان عملت الجزء دوت ورشيت على البوتاجاز تعالي بقى نبص على المواعين لأن عندنا مواعين كانت بيتة من مبرح بالليل وعندنا مواعين بتاعة الفطار الصبح فإن شاء الله بإذن الله هنزبط وننظم ونرتب ويبقى يومنا كده مليان بركة ومليان نشاط ولو وراك حاجة قومي خلصيها ونجيزي يومك أعملي حاجة حلوة للولاد وانت بتتفرج عليها دلوقتي صنيت جلش كده بسيطة مش تاخد منك وقت صنيت بزبوسة لو عندك بزبوسة كده في الشوية دي بزبوسة صنيت كيكة تبقى جميلة بصيح أفكار كتيرة جدا اعملي شوية جيلي اعملي شوية مهلبية شوية رز بلبن أي حاجة من الحاجات الحلوة دي بتكون جميلة كده وبسيطة وما بيختلفش عليها اتنين أي حاجة هتعمليها للولاد هيكلوها ان شاء الله بإذن الله هنا بقى بدأت اللي أنا أشطف الموعين كلها وهرصها في الغسالة بسرعة علشان خطر أحيس اللي أنا أنجزت شوي عشان زي ما قلتلي كده عندي حاجات كتير جدا للنهار ده يمكن اليوم زحمة جدا بس إن شاء الله بإذن الله يخلص على خير أنا طبعا في الوقت دوت كده كنت إيه هخلص الموعين واخرج كده أعود بره شوية تمام؟ كان يعني كنت عايزة عامل حاجات على الموبايل فاخدت الموبايل عشان خاطر أخرج وأعود بره شوية وياركني ما خرقت إيه اللي حصل يا هيبة بس وحذي اللي كده لا إله أقول له عايزة أقول لكم شفت سور وشفت فيديوهات بجد دائتي جدا ويمكن دموعي نزلت غصبا عني أو من غير إرادة خالص بصيت لقيت نفسي لأ الموضوع صعب جدا الدموع بتنزل كده من غير تفكير عارفيني اللي هو إيه غصبا عنك هو دوي كده اللي حصل لي يعني الحمد لله وقلبي وجعني جدا وتعرفوا كل حاجة بالتفاصيل دلوقتي وهوريكم الفيديوهات دي تلاقيني بصراحة يعني أنا أنا ما صورتهاش مش أنا اللي مصورها الفيديوهات دي أنا لقيتها على النت هو فيديو واحد اللي أنا هورهه لكم لكن فيه يعني مجموعة من الفيديوهات اللي أنا تفرجت عليها كنت بحاول على قد ما أقدر أهرب من الموضوع لكن لقيت الموضوع ما فيش هروب خالص لا تراجع ولا استسلام أنا يعني إيه عارفيني الفيسبوك لما مثلا بتبقى قاعدة وبتفكري في حاجة فتلاقي الفيسبوك بيدايق بيها ويجيبها لك سواء مثلا حد منكد عليك فتلاقي الفيسبوك كله أحزان ونكد وكده تلاقي مثلا حد مثلا عايزة مثلا تقول له كلام كده يدايق شوية فتلاقي الفيسبوك بيبعط لك الكلام ده بحيث اللي هو إيه يلا يبدو تخذ الكلام وبعطيه لو هتفكري تشتري حاجة تلاقي الفيسبوك برضو بيرشح لك الحاجات دي أو الأماكن بتاعت بيع الحاجة دي فتحس لهو متسلط علينا كده أنا قلت يا رتني بكونت قعدت على الموبايل ولا عملت أي حاجة بس الحمد لله هوريكم كل حاجة دلوقتي بالتفاصيل وهجاوب على أسئلة كتيرة جدا اتسألت عليها من حوالي يومين لدرجة للمتابعين أصلا حبايب قلبي إخواتي بيردوا بالنيابة عني فشكرا جدا لكل حد بيرد بالنيابة عني في الكومنتات يعني المهمة هنا رصيت الغسالة وحطيت كل حاجة حتى كمان الأطباق الحمد لله وجيت بقى عند التلاجة قلت خليني اللي أنا أخسلها في مكانها كده يعني ما طلعهوش وهتبقى نظيفة وبالفعل ده اللي حصلت طبعا البخاخة اللي أنا رشيت منها جوا التلاجة دي مش كلور ده ميا ميا وخل رشيت كده وعقمت التلاجة كلها وبعد كده نمسحتها بالفوتا كويس جدا وطبعا الفوتا بشطفها مرة واثنين وثلاثة واخر حاجة خالص بمنزيل كده يكون ناشف او فوتا تكون ناشفة بتلمعي التلاجة كويس جدا مش الرف بس من فوق لأ من تحت كمان علشان خطر بيبقى مطرح البخار بتاع الميا بيبقى فيه قطرات ميا بسيطة كده ويجيت بقى هنا قلت أفضي بقى الخضار فضتي الطماطم بسم الله موشو الله أنا جايبة كمية الطماطم حلوة يعني نبقى نعملها مع بعض لإني طلعة في دماغي أعمل كاتشاب لإني الكاتشاب أسعاره وبقت صعبة قوي فنعمل مع بعض شوية كاتشاب حلوين كده إن شاء الله بإذن الله يزبطوا معنا والطعم يكون تمام فضت بقى المشمش وفضت كمان الخيار والكوسة وكمان الفلفل هنا بقول لي جوزي حرام عليك ده شكل خيارتنا إيه يعني أنا نقيت خياره وهو نقق خيار فأنا مخدتش بالي خالص من الخيار اللي هو جايبه ده بيقولي على فكرة الخيار الكبير ده طعمه أحلى يعني قلت له لا طبعا الزغير أحلى ده خلنا في نقاش كده ونفس الكسة البتنجان لما قلت لكم البتنجان المدور أنا بحب البتنجان الطويلة لات كومنتك كتير قوي يا هيبة ده البتنجان المدور أحلى كسفتوني قدامه ينفع كده يرديكم كده بيقول لي بقى إيه بيقول لي انت بطيها قوي لما تروح تشتري خضار لازم تنقي قلت له اه طبعا لازم نقل خضار كويس جدا علشان خطر ما تبقاش في واحدة بايزة واحدة ضربة آآ يعني أنا أنا عادي هو بقى بياخد كده من البيع رصه بيحط على طول في الشنطة تعرفين بقى الرجالة وتنقيتها وكده فقال لي طيب خلص وسكت بقى فجينا نعمل الغداء اللي هو الجبنة بتماطم احنا عملنا الجبنة بتماطم النهاردة او مش بتماطم ففيه طماط مية طلعت بايزة قال لي شوفتي بقى بطيئة وكمان جايبة الخضار بايز عارفيني اللي هو كسافني يعني الحمد لله على كل حال رجالة ديات ما بتصدق تلاقي اي حجة تمسكك بيها المهم هي أنا فضيت البصل وفضيت البطاطس الحمد لله وفضيت الخضار كله في الصينية دي علشان خطر هخسله دلوقتي اما البتنجان اللي هو الابيض انا مش بفضيه من الشنطة بسيبه في الشنطة زي ما هو كده حوالي اسبوع العشر تيام وهو في الشنطة بس ما تزنقهش قوي في التلاجة من جوه عشان ما يجميتش او يتلج يعني وطبعا طالما التلج يبقى بوز هنا بقى البتنجان اللي هو المخلل والملوخية كمان قلت بالمرة بقى بدل ما شلها في التلاجة كده وتنزل التينة بتاعتها في درج التلاجة او عرف لا خليني اقطع العرش بتاعتها كلها كده بالسكينة واروح ربطة لشنطة كويس جدا هي حزمة الملوخية دي كبيرة فممكن اعملها على مرتين يعني مش عارفة طلع وفي دماعي اعمل شوية كشك وملوخية يعني بس تفتكروا هيبقى الكشك والملوخية تعمهم حلوة على شربة اللحمة لان انا مش عندي فريخ انا على طول بعملهم على الفريخ يعني على طول بعمل الكشك الملوخية عادي ما بتفرقش معي اما الكشك بعمله على طول على الفريخ فان شاء الله بازني لنجرب شوية كشك كده حلوين على شربة اللحمة او لو ما فيش شربة عادي يعني مش هتفرق الواحد دلوقتي ينجز حالو يعني ممكن مقعب مرأة او شوية توابل وخلاص عملنا شوية شربة في البيت هنا بقى كان خلاص كده كنت غسلت الخضر وطبعا المشهد ده انا مرضيتش احطه تماما لان الموضوع هيبقى صعب جدا والروتين هيكون طويل اوي انا غسلت الخضر اللي انا حطيته في الدرج بس اما التموطم انا مغسلتهاش لان انا مش استخدمها دلوقتي فقلت خليني اخسلها لما اجي اعملها ان شاء الله باذن الله ممكن بالليل او بكرة على حسب بقى كده انا هقدر ولا لا رجعت كل حاجة مكانها وكمان حطيت العلب اللي في التلاجة دي فيها جبن وكده بقت التلاجة بقت معايا ميت فل وعشرة جينة بقى هنا علشان خطر بقى اعمل ايه اعمل البامية قلتها اخسلها علشان خطر بكرة الصبح ان شاء الله باذن الله اروح اعملها على طوله وبالفعل ده اللي حصل يعني رسلتها بقى كويس جدا للناس اللي بتقمع البامية الاول وبعد كده تخسلها ما انصحكش تعملي كده خلي بالك من النقطة البسيطة دي هتدخلي كل الطراب وكل الحاجات اللي جواها مطرح ما انت هتقمعيها لكن لما تخسليها الاول مش تاخد منك وقت خلص وبعد كده تسيبيها تتهوى وتقمعيها براحتيك بقى بص كده هبدأ اللي انا اعمل ايه فيه بيبقى في البامية كده حاجات صغيرة كده ما بتبقاش باينة فانا قلت اعمل ايه الاول احط البامية في المصفى وارفع المصفى فلقيت الموضوع لا مش هيكون لطيف خالص ومش هعرف انظف البامية فقلت لأ خليني بقى اخسلها كلها في الميا وارفعها بايدايا حب حب وبالفعل ده اللي حصل يعني ولما عملت كده استريحت طبعا كل مرة بتخسليها بتنزل ميا لونها مختلف تماما وتحس كده لأيه محتاجة تتغسل مرة واثنين وثلاثة غسلت البامية كويس جدا وتأكدت لأيه بقت معايا تمام حطتها في المصفى زي ما هي كده وسبتها بقى تنشف شوية تعالي بقى نعمل مع بعض الغدى لاني متأخرة شوية لما مننا جات كنا لسه بنفطر فافطرنا وهنعمل مع بعض بقى الغدى دلوقتي علشان خاطر نشوف بقى يومنا مكمل ازاي إن شاء الله بإذن الله غدا دا النهاردة غدا شعبي سهل وبسيط وطعم حلو جدا وبيأكل كده بس محتاجة عيش صبح أوه فالموضوع يبقى تمام لما تجيبي عيش صبح كده أو طبعا لو في عشف الفريزر طاليا يحطيه فرن البوتاجزة يسخن معاك ويرجع كنك لسه جايبا دلوقتي حيلا قشرت كمية حلوة من البطاطس هاخدها اشطفها واخسلها يعني وبعد كده بقى هروح مقطعها بالشكل دوت جدا صليتي على الرسول النهاردة طب يلا بسرعة صلي على الرسول علي أفضل الصلاة والسلام ما تنسيش تستغفري كتير وتحمدي ربنا أكتر وأكتر على كل حاجة طاست البطاطس كيت سخنت معايا نزلت بقى قصود الزيت يعني هو اللي سخين نزلت بنص كمية البطاطس مش هعملها كلها مرة واحدة حسيت كده وانا وقفة هنا للرخامة دي يعهل كانة شوية فقلت خليني لانا أنظفها معيني كنت منظفها الصبح بس مطرح بقى تنضيف الخضار وترتيبه كمان أنا خرقت الحجم التلاجة ورجعت شلتها تاني فحسيت للرخامة هلكت شوية فها مسحها كده ومش تاخد مني وقت ان شاء الله وبالفعل دل حصل يعني الحاجة طول ما انت شايفها قدامك نديفة طول ما انت بتحسي بارتياح نفسي كده جبت بقى هنا كمان بتنجان وقلت نعمل بقى شوية بتنجان برضو جنب الاكل بطاطس وبتنجان عايزين نعمل كشري وحشني قوي يعني عايزة اكل شوية كشري حلوين كده طلع في دماغي ان شاء الله باذن الله ممكن يومين كده او ممكن بكرة ونعمل حلة كشري حلوة كده لزوم الحركات يعني اشرت البتنجان عملت حبيتين بس مش عايزة اكتر من كده اه وحطت عليه بقى شوية ملح البطاطس هتطلع واروح بقى نزلة بالبتنجان على طول بس طبعا فيه طاصة بطاطس تانية طبعا انا بناغز البطاطس كده بالشوكة علشان خاطر بس ايه آآ الزيت يدخل جواه وتقرمش كده معايا هنا خلاص البتنجان كان خلاص بدأ اللي هو يتحمر معايا انا طبعا لقيت البتنجانتين او الاتنين الحبيتين البتنجان اللي انا عملتهم لقيتهم قليلين فعملت واحدة تالتة هحمر بقى معايا كمان قرنين كده من الفلفل لزوم الحركات هنا بقى كنت حطيت في فرن البتجاز بتنجانية كده رومي حلوة قلت بالمرة يعني وروح عاملين ايه سلطة بابا غنوك كده جنب الاكل اه حطيت البتنجان وبعد ما تشاوى معايا مخدش وقت خلص على فكرة الشرطه حطيت عليه توم وحطيت عليها ريسة الفلفل الاحمر وحطيت عليه خل وحطيت كمون وحطيت ملح وحطيت كمان شوية بقى كده حلوين من التحينة وشوية مية وملح طبعا انا قلتلك على كل المكونات اللي انا عملتها طبعا انا ضربته بالشوكا مرضيتش احطه في الكبه او بالهند بلندر بس كان سخنة اوي فدخلته التلاجة شوية عشان يسقع شوية لان طبعا الجو حر وهتكليه سخنة فالموضوع يكون مش لطيف خالص هنا طبعا ده طبق المش بقوطة او المش بطماطم يعني طعمه حلوة اوي بطاطس المحمرة البتنجان قطعت خيار كان عندي شمام عارفين الشمام قطعته كده جنب الاكل هو كان ماسخ بصراحة يعني هما بيقولهم سكر بس انا بالنسبة لي كان مسخ البتنجان كمان كان على النار وبقيته يعني بس كده خلاص ربنا يدمع علينا نعمة اللهم امين يا رب العالمين يلا بينا نخسي الموعين بقى اللي طلعت من الغدا ونشوف هنكمل بقية الروتين بتاعنا ده ازاي زاست الصابون خلصت فطلعت بقى اخر واحدة عندي ان شاء الله بازن الله اروح كرفور بقى كده يومين ثلاثة ونشتري الحاجات اللي نقصونا طبعا انا من ساعة ما جبت المكارونة بكمية كبيرة وهي مريحيني ما بسألش بقى دلوقتي هي المكارونة بقى سعرها كام ما بسألش هي المكارونة عليها عرض ولا مش عليها عرض فبحس كده بروحي تبال شوية بس يعني انا لما جبت المكارونة جبت الكميات كلها مرة واحدة لما تبدأ بقى تخلص من عندي اكتر نوع حبيت اللي انا استهلكته قوي هو المكارونة اللي قليم فهي اكيد لما تخلص هي دي الوحيدة اللي انا هقدر اللي انا اجيبها فلما تجيب كمية المكارونة ما بتخلص كلها مرة واحدة لانا اقصد اوصله لك يعني بتخلص حاجة حاجة فمش هتحس بدغط الفلوس اللي انت دفعتها في اول مرة انا معرفش والله العظيم سعر المكارونة فعلا كم حتى لو من حوالي كده ازباعين روحت كزيون دخلت عشان اشتري حاجات مروحتش كسم المكارونة اصلا لاني مش محتاجة فالحاجة لما بتجيبها جملة بتريح معاك وبتوفر كتير يعني حتى كمان السكر والرز والسمنة كمان انا من ساعة ما جبت علبة السمنة اللي هي الكبيرة اي نعم دفعت مبلغ وقدره بس عايز اقولك اللي انا من قبل رمضان وانا ما جبتش سمنة خلص من ساعة ما جبتها عملت بيها الكحك وعملت بيها النواعن بتاعة العيد كلها وطول شهر رمضان عمالة اطبخ منها فبالنسبالي لا هي وفرت معايا كتير اوي 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 يعني حتى برضو معرفش اسعار السمنة دلوقتي بقت اسعارها اي فانت والله العظيم لو عملته كده هتحسه بارتياح نفسي مش شرط تبقي معاك فلوس كتير عشان خاطر تشتري الحاجة لا انت ممكن تدبقي وتوفري من مصروف البيت وتجيبي الحاجة اللي انت فعلا محتاجيها وبالنسبة المكرونة مش شرط تجيبي الانواع كلها ممكن تجيبي النوع اللي انت بتستهلكيه اكتر حاجة زي الشعرية مثلا بنستغلكها كتير المكرونة مثلا تشوفي انت الولادة عندك بيحبوا ايه وتجيبها لهم وهكذا يعني بحس كده اللي فيه ارتياح نفسي اكتر يعني تحس براحة بال والحاجة بيبقى فيها بركة وبتعط اطول طبعا واحنا واقفين بنخس الموعين بندعي ونستغفر ونحمد ربنا الحمد لله على كل حال الحمد لله على نعمة السطر والسحة ورحت البال والرزق الحلال خلي دايما على طول وطول الوقت لسانك كده بذكر الله بجد هتحس كده بارتيح نفسي من جواك طول ما انت قاعدة فاضية او قاعدة صرحانة سبحك مش شرط يبقى قدامك سبحة او في ايديك سبحة لا سبحها على صوابك هتحس كده اللي انت عملت انجاز حسيتي كده فيه من جواكي فيه طمأنينة كده بينك وبين ربنا احمدي ربنا ميت مرة في اليوم استغفري ميت مرة كبري ميت مرة هتلاقي الموضوع كده فيه حاجة جميلة لما تجي تشغلي القرآن عالي الصوت شوية وتلاقيك انت مع الاستمرار هتلاقيك بترددي الكلام اللي هو في القرآن سواء انت مشغالة في التلفزيون او على الراديو هتلاقيك انت مع الوقت بقيت ترددي الكلام وتحفظيه زي ما بنحفظ كده كلمات الاغنية وبتبقى سهل علينا العكس بقى العكس دوت بيكون حاجة جميلة جدا لكن انت مع نفسك كده طول الوقت عايزة تسمعي القرآن عايزة ترددي القرآن فدي حاجة بتكون حلوة قوي في حاجة طلعة في دماغي كده مش عارفة انا هقدر اعملها ولا لأ بس ان شاء الله باذن اللي ربنا يقدرني طالما بعمل حاجة كويسة النوية كده اللي انا امسك في المصحف صفحة صفحة واحفظها معرفش دوت هيكون حاجة حلوة اكيد طبعا حاجة حلوة مش حاجة وحشة ولا اي حاجة بس هيكون صعبة علي ولا سهلة مش عارفة لما ابدأ اعمل الموضوع دوت هقول لكم رأيي بكل صراحة بس طبعا مش هحفظ الصفحة كلها في يوم واحدة علشان خطر ما تحكش عليكم يعني ممكن سطر سطر ممكن ايا ايا واحدة واحدة كده مع التكرار هتلاقيك حفزتي وهتلاقيك تعودتي فان شاء الله باذن الله ممكن تاخذي الفكرة دي وتنفيزيها برضو يعني انا لما كنت قد يوسف ابني انا كنت حفزة جزء عامة والحد دلوقتي حفظه مع بعض الايات كمان اللي في بعض السور اللي في الاجزاء التانية فتحس اللي هو ايه الواحد من هو صغير لازم يحفظ الكرآن دول فمع على بقى الاحداث اللي حصلت الكتير السنين اللي فاتت ديت معرفتش احفظ حاجة يعني معرفتش فان شاء الله باذن الله تتعود يعني بما ان يعني فينا انفاس يعني وكده نقدر نعمل كل حاجة الحمد لله غسلت الموعين وكمان غسلت بقى الرخامة ديت اللي جنب الحد بالمرة وعندي بقى هنا نصف كيلو فول كده بتاع التدميس قلت خليني اللي انا قابله عشان اعمله بكرة ينفعنا بقى في الفطور ينفعنا في العشا ممكن ينفعنا في الغدى كمان مرة كده في وسط الاسبوع اكل شعبي فول بطماطم فول بالزيت واللمون مش هيقولك لأ فعل حسب يعني بس قلت خليني اللي انا قابله وهينفعنا كمان هنا عندي شوية كده من الكركدي رحت نقعتهم في شوية مية بعد ما شطفتهم عشان انتوا عارفين بقى الجو حر والكلام دوت لازم يكون في عصير او في حاجة في التلاجة انا بالنسبة لي البيبس بصراحة دلوقتي بقى يعني ايه الازازة ما بتعودش لو كل واحد صب بكوباية فما بتعودش فمحتاج ميزانية تانية خالص قلت لأ خلينا في الحاجة اللي ايه المضمونة بس لو في حد عنده ضغط فانا منصحش بالكركدي يعني او تقريبا السائع بيعل الضغط السخن بيواطي انا مش عارفة التفاصيل اوي بصراحة بس في عصير تانية كتير بديل الكركدي ايوة كده فيه طبعا العصير الفرش اللي موجودة دلوقتي الفاكهة نازلة حلوة قوي اي نعم سعرها عالي شوية بس فاكهة السف بيكون ممتازة هنا بقى كنت بعدتي يوسف جاب لي لبن وقلت اغليب المرة بما اني يعني تغدينا وظبطنا المطبخ هيا دي بقى الصور اللي وجعت قلبي شايفين بقى ده كده البيت القديم انا حبيت لانا احط لكم الصور عشان تشوفوا كل حاجة لاني فيكم منت جالي من حوالي يومين كده بتقولي يا هيبا يا ريت تروحي وتصورينا البيت القديم لاني وحشني البيت القديم ما بقاش موجود خلاص اه يمكن لما شفت الفيديو شفت الصور قلبي وجعني ما كنتش حاسة الاحساس دوت يعني الصور اللي انا عاملالكم عليها دايرة اللي انتوا شفتوها من شوية دا كان الحمام وقط النوم يعني هو الوينش دلوقتي او بتاع اللي هو بيهد دوت دا كده دي قط النوم يعني الحتة اللي هو بيهدها دي دي قط النوم كان لونها بمبة وكان فيها بلكونة بتبص على الحارة غير البلكونة اللي كانت بتبص على الشرع العمومي الصراميك اللي لونه ازرق في لبني دا دا كان الصراميك بتاع الحمام فالحمد لله على كل حال الحمد لله قلبي وجعني قوي ودموعي نزلت تلقائية لوحدي كده بس برضو وارجع وقول الحمد لله الحمد لله على كل حال لو كان راجع بي الزمن كنت هتوافق هيبه تغذي فلوس والبيت يتهد لا ما كنتش هوافق يعني انا محتاج الفلوس مش هتحك عليكم بس ما كنتش هوافق